تحت رعاية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب الرئيس الفخري للاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة تنطلق السباقات التأهيلية المحلية لسباقات القدرة التي ينظمها الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة في ثاني منافسات الموسم الجديد 2022-2023 وستشهد قرية البحرين الدولية للقدرة إقامة سباق مسافة 80 كم التأهيلي المحلي وسباق مسافة 40 كم التأهيلي محلي إضافة إلى الفحص البيطري للجياد المشاركة في السباقات الدولية لمسافة 140 كم و120 كم و100 كم والتي ستقام السبت هذا وقد أجرى الاتحاد الملكي للفحص البيطري للجياد المشاركة في السباقات التأهيلية المحلية لمسافة 80 كم و40 كم حيث خرج الفحص بصورة تنظيمية مميزة في ظل الجهود التي تبدلها كافة الليجان وشهد الفحص البيطري مشاركة كبيرة من الفرسان كما شارك الفرسان في عملية الوزن والسلام الأرقام المخصصة علوة على ترقيم الجياد وعملت الليجان على تهيئة الأجواء المثالية للإستبلات والفرسان المشاركين من أجل إنهاء الفحص البيطري بأفضل صورة تنظيمية من جانبه أنهى الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة كافة الإجراءات بعد أن عمل بشكل دؤوب طوال الفترة الماضية حيث أجراء التدخيل للجياد والإستبلات المشاركة في السباقات التأهيلية والدولية وستشهد السباقات التأهيلية المحلية مشاركة كبيرة من الفرسان والإستبلات